سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة إطناشا يلا يا جماعلي خالت الصفية شان تحكي لنا حكوادي يلا أهلا يا خالت الصفية السلام عليكم خالت الصفية أهلا وسهلا يا أولاد مرحب بكم مشتريحوا الحمد لله بس ذكر في المرة الفاتتة قلت لنا أنه سيدنا موسى عليه والسلام كان بيتكلم مع الله ويسأله بخصوص مهمته والله كان دائما بيجاوبه وبطمنه فعلا ومع أكده سيدنا موسى استمر في سؤاله وقال لي الله يا رب يا رب يا رب دعطف علي ووريني جلالك وعظمتك وقال ليه يا موسى أنا حأمر قدامك بكل جودي وأعلن ليك اسمي الرؤوف الرحيم وأرقف علي من أرقف وأرحم من أرحم يا موسى أنا حأمر قدامك لكن أنت مستحيل تشوف ذاته لأنه إذا شاهدني أي إنسان ما حيعيش سبحان الله عشان كده أنت حتكون واقف علي صخرة في مكان قريب مني في راس طور ثناء ولما جلالي مر حضعك في فتحة في الصخرة دي وأغطيك بيدي لغاية ما أمر وبعد ذاك أنت حتشاهد لمحة من جلالي وعظمته لكن ذاتي ما في زول حيشوفه سبحان الله أنا أيضا بذكر عندما قرينا قال لي سيدنا موسى يا موسى أنا حتلك لوحين من الحجر زي لوحين الأولانيين وأنا حكي بلايك عليه هنا الغصايا العشرة زي ما كان في لوحين السابقين لأنتك السابقين صح؟ وكون مستعيد في الصباح وأطلع لي في راس طور ثينا ولكن ما يطلع معاك أي زول وكما ما يكون موجود على الجبل أي زول وحتى البجر والغنب برضو ما مفروض إرعوا في منطقة الجبل دي وبردو يا خلت سفية سيدنا موسى فعلا نحت لوحين من الحجر زي ما أمروا الله وفي الصباح بدري شال اللوحين وطلع الجبل والله نزل في سحابة على المكان الل كان سيدنا موسى واقف فيه ومره قدام سيدنا موسى وصرح أنا الله الكامل الرؤوف الرحيم الصبور الحق أحسن للبحبوني لغاية ألف جيل وأغفر الزنوب والمعصية للتائبين ولكني ما بخلي المزنبين بدون عقاب وإنما بالعكس هأخلي تأثير فعالهم السلبية إجاء علي أبناءهم برضو لي ثالث أو رابع جيل حسب ما شئتي وفي الوقت ده سيدنا موسى عليه السلام إنحنى بسرعة وسجد لي الله وقال يا رب اللهم إنكم ترديد عني أكرمني وأكرم شعبك مع إنه شعبي شعبي عنيد لكن أسألك تخفر ليه نزنوبنا وتجعلنا من نصيبك يا الله وقال الله سيدنا موسى يا موسى أنا حا أعمل أحدي معاكم مرة ثانية أعمل قدام شعبك عجايب ما حصلت قدام أي أمة في العالم كله وكل الشعوب اللي إنتوا ساكنين في وسطهم ديل حيشوفوا فعليل عجيب البصنع معاكم وحا أطرد كل الأمم الموجودة في أرض المعاد من قدامكم وعليكم تنفيذ الأوامر اللي حأمركم بها الليلة وهناك في رأس الجبل الله أدى سيدنا موسى عليه السلام بعض الوصايا والإرشادات اللي هي جزء من عهده مع شعب وبن إسرائيل بعد ذاك الله قال لسيدنا موسى أكتب الكلام اللي حقوله ليك ده لأنه على أساسه أنا عملت عهدي معاك ومع شعبي بن إسرائيل سيدنا موسى يا جماعة كان مقيم على الجبل في محضر الله لمدة أربعين يوم بلياليها أيوه وكان لا بياكل ولا بيشرب وكتب الوصايا العشرة وهي العهد المدوم في اللوحين ولما سيدنا موسى عليه السلام نزل شاي اللوحين العهد في يده ما كان عارف إن وجهه كان منور ولامع لأنه الله تكلم معه طبعا وحارون وكل بن إسرائيل لما شافوا ويشتريدنا منور ولامع خافوا إنهم يقربوا ليه لكن موسى عليه السلام نداهم وهارون وشيوخ بن إسرائيل مشوا ليه وكلمهم وبعد ذا كل شعب بن إسرائيل جو قريب من سيدنا موسى وسيدنا موسى عليه السلام نقل ليهم كل لوصاهوا بيه الله على الجبل ولما خلص كلامه غطى وجه وكان كل ما يدخل محذر الله عشان يتكلم معاه يكشف الغطى عن وجه وبعد ذاك يرجع يكلم بن إسرائيل بكلام الله وكانوا بيشوفوا وجه لامع ولكن بعد ما يخلص كلامه معاهم كان بيغطي وجه مرة تانية وبعد ذاك سيدنا موسى نادى الشعب وجهز معاهم خيمة لعبادة الله بمستلزماته وشامل الصندوق المحفوظ فيه لوحين العهد وجهزوا كل شي حسب الوصايا اللي اداها الله لسيدنا موسى على الجبل وبعد تجهيز الخيمة دي مباشرة من السحابة غطتها وجلال الله مل الخيمة لدرجة ان موسى ما قدر يدخلها لأن السحابة نزلت عليها والسحابة دي كانوا بن إسرائيل دايما بيحتمدوا عليها ويتابعوها في تحركاتهم عليه حسب وضعها مع الخيمة يعني كانوا بيواصلوا سفرهم إذا السحابة إلت فوق الخيمة وإذا نزلت كانوا بيلزموا مكانهم وما بيتحركوا والسحابة دي كانت على الخيمة بالنهار وبالليل كان فيها نار وبن إسرائيل كانوا دايما بيشوفوا السحابة دي ويسترشدوا بيها في كل سفرهم في الوقت دا سيدنا موسى عين هارون وأولاده أحبار يعني مزئولين من أمور العبادة بترتيبات خاصة زي ما أمروا الله وبعد سنة وخمستاشر يوم تقريبا من طلوع بن إسرائيل من مصر الله أمر سيدنا موسى بأنه يعمل إحصاء بعدد الرجال اللي عندهم المقدر على الحرب سيدنا موسى عليه السلام نفذ أمر الله ووجد عدد القادرين على القتال من اللي هم في سنة عشرين أو أكثر كانوا ستمية وتلاتة ألف وخمسمية وخمسين والعدد دا طبعا من كل بن إسرائيل ما عدا قبيلة بني لاوي لأن إحصائها كان مختلف حسب أمر الله وهو أن يعدوا أفرادها من عمر الشهر فمع فوق لأن مهمتهم هي إنهم يكونوا مسؤولين عن أمور العبادة أول إعداد لها وكان عددهم بعد الإحصاء إتنين وعشرين ألف شخص كل تفاصيل الإحصاء دي موجودة في جزء من التوراة في سفر العدد بعد ذلك بن إسرائيل رحلوا من الصحراء صحراء سينا متابعين السحابة في طريقهم لصحراء فهران وكانوا بيشتكوا من الصعبات اللي كانت بتواجههم وأله سيمي شكوتهم وغضب عليهم جداً وولح فيهم نار والنار دي حركت بعض من طرف المعسكر وبعض الناس ماتوا والشعب استنجد بسيدنا موسى وسيدنا موسى عليه السلام دعا الله وأله استجاب لي دعاه والنار انطفت المكان ده بيقى اسمه مكان الحريق بالنار لأنه النار حركت جزء من طرف المعسكر هناك وكان مع بن إسرائيل بعض الغرباء من مناطع مختلفة والغربة ديل اشتهوا اللحم وكانوا بيشتكوا ويحتجوا وبن إسرائيل كمان بيقوا يشتكوا معاهم ويقولوا نحن فعلاً بجد تعبنا من أكل المندى يا حليل السمكة كنا بناكلوا مجان في مصر أيوة وكمان يا حليل البتيخ والخيار والبصل والتوم وهسا حتى شهيتنا هنا فقدناها لأنه ما عندنا أي شي ناكله شهر المندى والمندى يا جماعة أحبوب لونة زي لونة حبة الكسبرة وبن إسرائيل كانوا بيلفوا عشان يجمعوها وبعد ذاك يضحنوها أو يدقوها في الفندق ويعملوها زي القراسة وطعامها كان حلو ولذيذ والمندى كان بينزل على المعسكر مع النادة بالليل في كل الأيام إلا في يوم السبت إنتوا نسيتوا أنا مش قبل كده قلت لكم يوم السبت يوم الراحة سكرتوا المهم الله غضب شديد جداً على ابن إسرائيل بسبب صراحه متمردهم عليه وسيدنا موسى لما سمع ابن إسرائيل بيشتكوا ويسرقوا وهم واكفين على أبواب قيامهم بيقى في حالة غضب لدرجة الجنون لأنه طبعاً في النهاية هو بشر طبعاً طبعاً عشان كده ما كان قادر يتمالك نفسه ودعى الله وقال يا رب يا رب أنت لايه خلتني في الوضع الصعب ده أنا عبدك المسكين الضعيف يا رب أنا أعصيتك عشان تحمي النماز ويت الشعب أنت صعبة دي أنا أبوهم أنا أولدتهم ونسيتهم يا رب لايه أنت بتحمي النماز وليتهم ولايه عايزنا لوليهم زي ما الأن بتلولي طفيل الصغير لغاية ما أخذهم للأرض وعتبه أجدادهم بغسم ومن ويهن أجيب لي كل الناس ديل لحم يأكلوه لأنهم بيشتكوا ويطالبوني عشان أجيب ليهم لحم يأكلوه يا رب أنا براي ما أقدر أحمي للشعب التقليل وإذا كانت دي هي المزئولية الحمتنية إياها أحسنت رحمني وتكتني عشان نرتاح منها البلوة دي ولكن الله الحليم الرحيم ما عاقب نبيه موسى على كلامه ده وإنما قال ليه يا موسى أجمع لي في خيمة العبادة سبعين شيخ من شيوخ بن إسرائيل اللي بترى إنه عندهم شخصية للقيادة والمزئولية والشعب ممكن يسمح كلامه وخليهم يجيفوا معاك حول الخيمة وأنا حأنزل وأتكلم معاك هناك وأشيل من السر الإلهي اللي أديتك ليه وأديه لهم عشان يتحملوا معاك مزئولية الشعب ده وما تكون براك عشان كده قل للشعب اتطحروا واستعدوا البكرة حتاكلوا لحم لأنه الله سمع شكوتكم وسمع مقارنة حالكم بالخير اللي قلتوا إنكم كنتوا فيه في مصر وقل ليهم المولى حيرزقكم باللحم وده مش ليوم أو ليومين لكن ليه شهر كامل لغاية ما تكرهوا ريحتو والشي ده حيكون إعقاب ليكم لأنكم ما وضحتوا سرقتكم فيه الله الرازق واشتكيتوا وقلتوا ليه الله طلعنا من مصر طيب يا جماعة رأيكم شنو نقف هنا الليلة لأني دعباني شوية تحية زروك تحية زروك تحية زروك تحية زروك